بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله رفع الله قدرك أخي الأستاذ ورفع الله قدركم جميعا من الأمثال السائرة أن القلوب تسبق الأبدان أنت يزورول التبعث الضار أنت يزورول إذ في عث الضار فالقلب يسبق البدن يشهد الله أن قلبي سبق بدني إلى زمورة التي لم تكن غائبة في تاريخ الجزائر المشرق لا في التاريخ العلمي لا في التاريخ الجهادي في جميع مجالات الحياة وهذه شهادة التاريخ والتاريخ شاهد وهي رسالة أيضا للشباب ونحن في دار الشباب ليعلم هؤلاء أن الأجداد بنوا أمجادا وجميل أن نذكر ونذكر أمجاد الأجداد والأجمل والأوفى أن نبني أمجادا على أمجاد المحاضرة الصلح العرفي ودوره في تحقيق الاستقرار أو التماسك الأسري والاجتماعي وعالج هذا الموضوع من خلال مقدمة ونقطتين وخاتمة المقدمة تنصرف إلى بيان مسائل في غاية الأهمية منها أن الله قد سبق في علمه أن الناس سيتنازعون يقينا سيختلف الناس ويتنازعون لاختلاف مصالحهم وتبين أفكارهم هذا أمر طبيعي جداً الدليل نقرأه في صورة النساء الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية واضحة لم تشر إلى طبيعة النزاع ما قالش طبيعة في عقار على الميراث ولا في الحدود ولا في الأفكار ولا في المجال المالي التجاري الاستثماري في جميع مجالات الحياة فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً الآية كثيرة منها الآية التي الآية التي قرأها فضلة الشيخ جزاء الله خير الذي افتتح هذه الندوة المباركة بآيات بينات من صورة الحجرات الآية العاشرة وما بعدها إذن هذه مسألة مهمة المنازعات موجودة في دار الدنيا بل الحياة من خصائصها النزاع ما نشف الجنة الجنة ما كاش مشاكل لكم فيها ما تشتهي نفسكم ولكم فيها ما تدعون أما الدنيا فيها كل شيء وكان الله يهيئنا من أجل تحقيق مقتضيات لاستخلاف فوق الأرض وفي الوقت نفسه أرسم لنا طريق طريقاً تعالخير تعالسلامة قال في صورة الإسراء الآية التاسعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام طيب إذن نقطة أخرى في المقدمة أن الآيات كثيرة سمعت في آية الحجرات الآية العاشرة ومبعدها صورت النساء وحدها مع مرة الآية خمسة وثلاثين إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما إشارة إلى النزاع الأسري ولكن كما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما الآية خمسة وستين سمعناها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجار بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلم تسليم التسليم الباطني الساء النفسي والتطبيق العملي بلا إشكال في التنفيذ كما يقول رجال القانون ما يكونش هناك عقبات أو عوائق للتنفيذ الآية واضحة ونقرأ في صورة الأنثال الآية الأولى فاتقوا الله أقوذ فربي خوف ربي أقوذ فربي صلحوا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الآية كثيرة مرة أخرى نعود إلى صورة النساء الآية 128 والصلح خير الآية 114 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس الآية كثيرة الأحاديث كثيرة جداً أذكر على سبيل المثال حينما حصل نزاع بين أهل قبا في عهده صلى الله عليه وسلم قال للصحب الكرام اذهبوا بنا نصلح بينهم الحديث مخرج في صيحة البخاري رقم الحديث 2693 والأحاديث كثيرة التي تدعو إلى الصلح والإصلاح وإلى قبول نتائج الصلح نكتفي بهذا البيان المستوى الشرعي نروح للمصدر الثاني مزد في المقدمة المستوى الدولي الآن هناك قناع عالمية عند العقل على أن المنازعات لابد من حلها وديا إما عن طريق الاربيتراج اللي هو التحكيم خاصة في القضايا التجارية الدولية ونشهد منازعات بين شركات عملاقة كما تسمى في هذا الحقل شركات عملاقة يكون عندها منازعات تلجأ إلى التحكيم التجاري الدولي الاربيتراج وتلجأ أيضا إلى الوساطة أو الأنواع الوساطات هذا أمر معلوم نقرأ في الندوات المعروفة في العالم منها ندوة توكيو 1983 التي تدعون في توصيتها إلى الانتقال من العدالة الجنائية إلى العقابية إلى ما يسمى بالعدالة الرضائية التصالحية المهم هناك ندوة دولية هناك اتفاقات دولية مبرمى ثنائية وعالمية فيها بند كثيراً ومؤتمرات عالمية تدعو إلى الصلح والتصالح نرجع للمنظومة القانونية الجزائرية بعدين نروح الموضوع مباشرةً الحمد لله حنا في الجزائر صنفت ضمن الدول الأولى في العالم التي تملك منظومة قانونية ثرية جداً في جميع المواد من خلال الصيغ صيغ قانونية تدعو إلى طرح بدائل أو طرق بديلة لإنهاء المنازعات منها نبدأ مثلاً بقانون خمسة وسبعين ثمانية وخمسين المعدل والمتمم نقرأ مواد قانونية وقائية وهناك مواد قانونية علاجية يعني من المادة ثلاثة وخمسين إلى غاية المادة ستمية وثلاثة وسبعين نجد فيها مواد قلت تدعو إلى الوقايات إلى تدابير وقائية وهناك أيضاً إجراءات علاجية نقرأ تعريف الصلح في المادة 459 ومن اللطائف الموجودة في هذه المادة أنها تدعو إلى التصالح وكذا وكذا ثم تتوجه المخصوم إلى تقديم تنازلات يعني نقرأ مهما كان طبيعة النزاع لك ما تكون تنازلات من الأطراف لا يمكن أن يتحقق صلح فعال أو نجان قنجان لا إذا حصل التنازع لا يمكن أن يتحقق التصالح إلا بالتنازل والمادة 459 تشير بوضح القانون 75 59 المعدل المتمم والقانون التجاري من المادة 317 إلى غاية المادة 348 وهناك بعض المواد تقنن النصوص الشرعية وهذا العنوان الكبير نملك فيه أمثلة عديدة أعيد هناك نصوص قانونية تقنن نصوص شرعية في القانون 75 59 المادة 334 تساوي الآية 280 من سورة البقرة التأجيل في موضوع الديون إلى آخره هناك الوقت ولا يسمح نخليه المناقشة إن شاء الله إذن هذا القانون ما نغفلوش عليه مهم جدا القانون 90 02 نص على الوساطة المصالحة والوساطة وكذلك التحكيم نرجع إلى قانون 48 المعدل والمتمم بالأمر 0502 الصادر بتاريخ 27 فيبري 2005 المدى 49 مثلا تنص بالحرف الواحد في مجال الأسرة في مجال الأسرة وقد أشار فضيلة الأستاذ محفوظ بن صغير إلى هذه المسألة مشكورا وطرك لي المجال واسعا للتحور معكم المدى 49 تنص بالحرف الواحد لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح وهذا التعديل حصل بالأمر 0502 بعد عدة محاولات صلح معنى معنى القاضي ممكن من محاولات صلح في قضايا الأسرة المدى 49 وغيرها من المواد وإذا وجد فراغ نرجع المدى 122 التي تنص بالحرف الواحد على ما يلي كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكم الشريعة الإسلامية يعني بجميع مذاهبها نرجع إلى قانون 0809 وهو قانون الإجراءات المدنية والإدارية نقرأهم المادة 990 وما بعدها الصلح يعني طرق البديل لحل النزاعات 990 وما بعدها المادة 994 وما بعدها اللاميدياسيون جيديسير وهي الوسطة القضائية وعندنا بعض المواد نادرة على المستوى العالم منها المادة الفوربعة مثلا أن محضر محضر الاتفاق الذي يحرره الوسيط القضاء المعين طبقا للمادة 994 من قبل القاضي فإذا وافق الخصوم على مضمون الاتفاق فإن هذا محضر الاتفاق يعد سندا تنفيذيا لا يقبل جميع طرق الطعن والقيمة القانونية لمحضر الاتفاق مهمة جدا جدا ونرجع أيضا إلى صيغة أخرى من صيغ إنهاء المنازعات اللي هو التحكيم الاربيطراج من المادة 1006 إلى غاية المادة 1008 على المستوى التحكيم الداخلي من المادة 1039 إلى غاية المادة 10061 ما يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي المنظوم القانوني فيها خير كثير نخليها نرح مباشرة العرف نقول إخواني وأخواتي أن الصلح العرف هذا عند جذور ممتدة في مجتمعنا الجزائري جذور راسخة جدا ترجمها أجدادنا ترجمها المصلحون والمصلحات إما في شكل أمثال سائرة أمثال وحكم تدعو إلى التصالح وتنشر ثقافة التسامح والتصالح أو نجني قنجان مدسني منين الخير دين نرزد في اللوان أن زيزي أولو إلوغا مسديث أولو أذش بحن وذمو أن شفرين يرز أن هدين أن فنو يهد أن جمع أولو يفض كل هذه المعاني موجودة في شكل أمثال وسائرة في مجتمعنا وكذلك مجتمعنا ترجم الصلح في شكل هيئات هيئات متحركة في المجتمع تذري أن مرة يختلف الناس يقول نروح الجماعة كلمة جماعة نلقوها في القارة الجزائرية في القطر الجزائري كاملا وين يختلف الناس مهما كانت طبيعة النزاع يقول نروح الجماعة نروح للشيوخ الجامع وطبعا أئمتنا هم في مركز الصدارة والنبي أعطالهم مركز اجتماعي ديني معلوم في حديثه الشريف إنما جعل الإمام ليؤتم به إذن هناك توجيه إرشادات يعني في المجتمع ترشد هنا إلى الجماعة ثجماعي ثجماع إخواننا في غردايا المزاب الإباضية اللي اسموها ثمسيريذين قبيلي تنسم ثمزابيث نغ إيروان إمصردان إعزاب إلى آخر حلقة العزابة وهذا موجود على مستوى كل قطر الجزائري إذن مجتمعنا ثري جدا في هذا المجال الآن السؤال المطروح ما هو دور هذا الصلح العرفي في تحقيق تمسك الأسري والاجتماع عنده دور كبير لماذا لأنه كيكون خلاف داخل الأسرة ثواشوت ثواشوت كما تعلمون هي اللبنة الأساس في المجتمع إذا كانت الأسرة قوية كان المجتمع قويا متماسكا وإذا كانت الأسرة مهزوزة ضعيفة كان المجتمع كذلك هذه نتائج حتمية لذلك أي نزاع يثار داخل الأسرة عندنا هيكل عندنا نظم اجتماعية إلا ومغار ثلاث مغار ومنين الخير أمني أمني كذلي أمنين الخير إلا الشيخ الجامع إلا المحافظة على أسر الأسرة تتدخل والعقد وعقد الزواج في عرفنا ضيور الفاتحة حتى المشرع الجزائري في المدة التاسعة أو المدة أحدى واسمها الفاتحة وكلمة الفاتحة لا علاقة لها بعقد الزواج أصلا ولكن إن سجم المجتمع مع التقنين فجاء المشرع واخذ كلمة من العرف الفاتحة فدرها في القانون يقول الإمام روح تقرأ للفاتحة على بل فهم والفاتحة هي عقد الزواج وذلك جاء القانون 411 المدة 22 لتعطي إجراءات تسجيل عقود الزواج المغفلة طبعا وهذه معروفة إذن شوفوا هذا الإنسجام بين قوسين كين شوفوا البلدان الأخرى يقول الزواج العرفي عندهم كارثة كارثة الكوارث حتى إذا حصل عادي أخذ في الحس تعليم وزارة الشؤون الدنيا هذه والأوقاف بين قوسين ولكن قبل ذلك عادي ولكون يصار الزواج بعد ثلاثين سنة إما في شكل عقد الزواج غلف عرفي مغفل أو عن طريق اللفيف في المصطلح التقني المعروف في إبارة مع عقد الزواج ولكن بإجراءات معلومة رأي موجودة في المدى 22 والمواد الخادمة لها يلا إذن يفعلوا هذه المسألة يا إما يروحوا للشريعة المدى 35 فبعثوا حكاما من أهله وحكاما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما ذين يقلهان الخير الربح أدس العقال سيا سيا أدس أدف نثي فراث سعي الشدة أدق ريث الوي يا إما لا يكون واحد من الأعيان من الكبير العائلة إلى أخيره ويتدخل أو إمام وطبعا الصلح العرفي بعيدا عن المحاكم بعيدا عن الجلسات بعيدا عن العرائض والإجراءات كل شاذ يفروا ذا غلب بخام وهذا مهم جدا لما نشوفوا العبرة بالمآلات بمعنى أحيانا أنتم تعلمون ذلك إذا كان مسألة وصفة القضاء تتعقد إما من جهة الزوجة أو من جهة الزوج يقول قضايا الأسرة ليس شغل قضايا الزوجية وقضايا الميراث قضايا الهبات قضايا الوصايا الحبوس ويام النفقات وفيها مشاكل كثيرة أم يقول أن نوصل قدام القاضي توصل المحكمة خلاص يقول يكمل معك إذاك لاحظوا معي بعض القضايا طالت أعمارها على مستوى أروقة المحاكم لهذا السبب يقول اللي وقفتني قدام اللي جستيس مانح بس آية تغنانت كي تظهر تغنانت وعلى بلكم تغنانت هذه اللي حللها اللي غير ربي هو اللي يهدي لذلك إذن بشري امتصاص تغنانت من المجتمع لابد أن يكون هذا الحضور لازم الناس كبار يرجع لهم الستاتوين تاعهم سوسيال لازم كبير كبير هذه المسائل المهمة جدا وإينا ذرح مربع مغارس هنا هناك مغارس سوال المزيد تسغوال أمر كنتي تسنوال هذه العبارات وشقال جون جاكروس وهوريو دوركايم وجبهم كامل أمغار قالها في ثلث عبارات أمغار السوال المزيد تسغوال أمر كنتي تسنوال يكفوال ها كل شي هنا هذا فيه علاج للكمفليا بين الجنراسيون هذا الصراع بين الأجيال وفيه إشارة إلى التكامل بين الكبار وصغار وفيها وفيها مقاصد كثيرة أمغار السوال المزيد سغوال أمر كانت تسنوال لأن الله يحب أن يرى أثار نعمته على عبده وأنفقه مما جعلكم مستقلفين فيه الآية السابعة من صورة الحديد نرجع إذن الصلحة العور في هذا مهم لازم نقويه نمتنه نقويه ثم حاجة أخرى نستثمر تلك القيم لفالور القيم المبثوثة في مجتمعنا من أجلي هذه مسألة خطيرة جدا تحويل القيم إلى مشاريع متحركة في المجتمع مهمة جدا القيم والأفكار إذا كان قد في تولي ترف نستزهبها وخلاص الله يرحملك بالنبي صاحب النظر المشهورة لفكاسة الفاعلية ربط منطق العمل بمنطق الفكرة لابد أن تتحول الأفكار والقيم إلى مشاريع متحركة في شكل هيئات تجمع بشكل مودرن بشكل حداثي تجمع بين الأصلة والحداثة لا ننكر القديم على وجه الإطلاق إطلاقا ولكن في الوقت نفسه نطعم هذه الهيئات بالطاقات الشبانية عندنا خبراء بكريكين النية بشي قسموا قطعة أرض بالعين يقولك أنت تدي هذه في زموران تدي هذه بلا ما تشوفوها أصلا نغسو مرار بالحبل النية ذا مرار يدو الحبل لا ينكر يقولك نجد للجي بيأس نجد الأكسبرتيز لجي لزيكسبر وكذا داكور يلا نجيب الشباب في الفنسيف لفنوس إلى أخيره الناس الكبار لهم دور يملكون سلطانا ليملكوه غيرهم نعم العرف والعرف له السلطان لا ينكر في الكرة الأرضية قاطب عقلاء الدنيا يعلمون علم اليقين أن الأعراف مصدر مهم لإثراء المنظومات القانونية ولسد الفراغات التشريعية كما ذكرنا قبل حين إذن وتنتهي مشكلات الأسرة وتستقر الأسرة والسلام وإذا استقرت الأسرة وتماسكت لا شك أن المجتمع يتمسك معها لأن المجتمع يتشكل من مجمع الأسر الخاتمة نحن مطالبون أولا بتفعيل النصوص الشرعية عمليا ذكرنا قبل حين حديث النبي عليه الصلاة والسلام مخرج في البخاري اذهبوا بنا نصلح بينهم قالوا له يا رسول الله صار مشكلة ما قالوا مش خليهم بعد وعلى بلكم النزع كما النار والعيون بك تشعل إذا شعلت في البداية يسهل إطفاؤها شو يبا ما نتخصي ولكن إذا كان كبرت واعرة وكذلك المنازعات للكونفلي للتيج مهما كانت طبيعتها لذلك قال اذهبوا بنا نصلح بينهم ما خلش النزاع حتى يكبر وفي نفس الوقت هو إمام المرسلين وإمام المصلحين يتقدم الصحبة الكرام إذن نحن مطالبون بتفعيل النصوص الشرعية التي تدعون إلى الصلح وإلى تمثل قيام الصلح عمليا اثنين مطالبون أيضا بتفعيل النصوص القانونية ذكرت لكم سيداتي سادتي بأن النصوص القانونية في بلادنا غنية جدا وفي جميع المواد حتى مؤخر حتى في المجال الجزائي من خلال المادة سبع وثلاثين مكرر إلى القدام في القانون الإجراءات الجزائية أيضا من خلال توسيع صلاحيات السادة وكلاء الجمهورية لإنهال منازعات صلحا والحديث يطول إذن مطالبون بالانسجام مع هذه النصوص القانونية وتفعيلها إذن عدم منظمة منظومة قانونية مرافقة فلا حرجوا ولحرجوا عنها مرفوع وكذلك مطالبون بتفعيل القيم لفالور والهيئات العرفية القائمة والمجتمع المدني حاضر أمامنا اليوم والحمد لله وهو مشكر بجميع شرائحه وكذلك فإذا تعاوننا جميعا كل من موقعه كل من موقعه تتعاون المؤسسات العرفية مع المؤسسات الاجتماعية لبناء الجزائر وقفا إن شاء الله عبر التاريخ نقيم الحجة أمام الناس ونبرئ ذمامنا أمام رب الناس وربنا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس والشهادة تقتضي الحضور شكرا لكم